نرجع نكمل حديثنا تاني للنادي الأحلي يبعث في الندي القدوة كابتن سلعوي تحياتي لك هتقول إيه لكابتن طارق اللي هو مدير فني اللي سالة النادي الأهلي طارق خيري من زميل أول حاجة بلاعي وزميل شغل ومن المدربين الممتازين بصراحة اللي عمل نقلة في قطاع البنات في النادي الأحلي قرد السلة النسائية عمل نقلة فيها طيب انت شايف منتخب مصر للسلة الوقتي فين؟ مستوى فين؟ بالنسبة لأفريقيا وبالنسبة للداولة للعالم هو منتخب مصر في كاس العالم عمل مقرارات جيدة لكن على المستوى الأفريقي يعني في مشكلة عندنا المشكلة أنا يعني ملاحظة إن احنا في المراحل السنية بنكسب بطولات أفريقيا توصل للفريق الأول الفريق الأول هل ده بقى لنماشين معندناش محترفين زيهم برا؟ محترفين بيفرقوا طبعا أكيد طبعا لأن معظم البلاد دي بيبقى عندهم مثلا يعني مثلا زي فرقة زي السنغال زي أنجولا السنغال ساحل عاج مش عارف ايه بتلاقي عندهم بتاع مثلا 30-40 اللي عيب بلعبوا في الدفق أوروبا بتبقى مشكلة في اختيار الـ 12 بالنسبة للفرقة زي الكورة في الزرق زي الكورة لكن احنا طب حلاق إيه؟ احنا برضو بكل الألعاب كلها بيحصل كده حلاق إن التحاد الباسكت بدأ يحلها عن طريق إنه بدأ جاب خبير هل يجيب خبير ويحسن من المستوى الفني ولا يسيب اللعيبة الصغيرة تطلع تحترف برا؟ لازم اللعيبة الصغيرة تطلع تحترف برا بس هات دي برضو ثقافة ثقافة أولياء أمور يعني برضو دي ثقافة أولياء أمور أولياء لهم ساعات ما بوافقوش طبعا يعني فيه ناس بتوافق وفيه ناس بتدور والناس بتبحث لولادها على إنهم يأخذوا منحة دراسية ويلعبوا نعم ده في أمريكا في أمريكا لكن الفرق الأفريقية كابتا مصطفى ما بيكتفوش بأمريكا ليه بيلعب في على مستوى العالم كله في أي حتة في أوروبا هلأ إحنا عشان نوصل للمستوى اللي هو بيوصل للمحترفين بيشوف كبيرة تسلة عالمية في كل الدنيا كلها وطحن بيطحنوا بينهم ومن بعض إحنا أمتى نوصل للكلام ده يعني أنا شافت على هذا البسكت اللي موجود دلوقتي بالرئاسة دكتور مجدى أفريقيا ماشي على خطة سليمة بس إحنا لسه بدري شوية لسه بدري إحنا بقعد في أفريقيا جدا يعني المفروض إحنا على مستوى الأفريقي نبقى يعني إحنا إحنا مثل سابع مش عارف ثامن محتاجة شغل جامد أوا محتاجة شغل طبعا لأن إنت يعني المفروض مصر إحنا كترائدة كرة السلة في الدورة العربية والدورة الأفريقية وما فيش بطولة لما بناخدها البطولة العربية الوقت بقت صعبة قوي وبعدين برضو حتة الاحتكاك يعني إحنا أنا فاكر لما كان دكتور عبد منعي موهبي رئيس الاتحاد الدولي وكان سوز عبد عظيم عشري رئيس الاتحاد المصري مفيش بطولة كان رئيس لجنة أولمبية كمان حتى بطولة لو ودية في أي بلد يعني لو كنا نطلع بالشهر نلعب في أندونسيا وسنغافورة وماليزي اي دورة هي الاحتكاك هو مدارس جديدة بتشوفها والاحتكاك كابت المصطفى هو السبيل الوحيد لارتخاء اللعيبة في خمات انا مش هقولك لا فيه في مصر خمات وخمات جيدة جدا بس اعتقد ان حتة اللي احنا او اللفظ المدرج او البلد اللي بيتقال مفيش صناعية مفيش الكشفين او العين كويسة على المولاد دول اه وبعدها انت اللوقتي اه يعني النادي الاهلي عمل فكرة اللجنة اللي موجودة موجودة اللوقتي تاعتنا انتخاء المواهب وتبتلفوا على المحافظات اه بتشوف اللعيبة وبتشوف انت بتقدر تشتريه اللوقتي او بتجيبه بتمن اللي انت شايف فيه بمستقبله مستقبل ايه انا لو ما جبتوش دلوقتي بالتمن ده بكرة هتجيبه باتنين 3-4 مليون اه الاسعار في الكورت السلم بقت عليها والعود علت جدا علت اه طبعا اعلى اعلى راتب تجيبه في الكورت السلم ببقدي عقد اه اعتقد بيتخطل 3-4 مليون 3-4 مليون اه ده كوازة الاول ما كانش فيه حاجة خالص اه طبعا يعني الاول الناس هناك بتلعبتوا بملاليم اه طبعا بين الاندية اه واخد بال حضرتك علت السعر هل اه المنافسة بين الاندية بينها وبين بعض ده بيرجع لانه بيبقى مدير فني مميز عن مدير الفني التاني في النادي وبيرجع تميز مدير الفني عن مدير الفني التاني اه اه يعني اعتقد انه النادي الاهلي لما جاب اه اغسطي اه اعتقد اغسطي فرق كتير معنادي الاهلي وعمل نقلة ومدربين الاسكية جدا ومدرب..ا تفاصيل بيعدي دقة فيها وكدة فطبعا المدرب بيختلف بس انا لحد ما بحبش موضوع المدرب الاجنبي لان في في مصر مدربين كويسين اي انت مش مع المدرب الاجنبي حتى لو المدرب كويس تستفد منه حتى لو مدرب كويس انا هستفد منه بس انا يعني احب المدرب المصري لان في في طب هل المدربanimصري معاهل مو اهل مو اهل كويسة جدا يعني فيه على السحب مدربين وطلعوا عملوا تعايش برة وعملوا كلمة جروح وراحوا لا يزجوا وراحوا يعني انت وقد بلاك ازاي ويس يعني فيه مرعي فيه الشفطفي ومرعي وفيه عمراء بالخير طبعا ويعني فيه ناس فيه مدربين في مصر وكانوا مسكين المنتخب وقيدين المنتخب لكن هي بتبقى ظروف وخمات ولعملية الاتحاد برايح دماغه الاتحادات بترايح دماغه ما اعتقدش كابت المصطفى لان برضو اللعبة لزي الباسكت والحاجات دي معلهاش ضغط جماهيري لا دلوقتي بقت صعب اول دلوقتي زي الكورة دلوقتي بقت صعب تبتشوف جماهير دلوقتي بتحضر مبارات الفولي والطايرة والسلة خمسمية تلتمية اعداد محدودة برضو مش زيها من زمان زمان كان لا قل على خمسة عشر يعني تعاوز المدرب المصري ياخد فرصته كويسة ويبقى موجود في المنتخبات المصرية ومازال موجود يعني احنا مراحل السنية كلها مسكنة يعني كل الانجازات اللي حصلت مراحل السنية مسكنة مدربين مصرية وكان عندنا مثل حسن شحاتة كانت حسن شحاتة في كورة القدم وفيه دكتور مصطفى هدهود وفيه لا لا فيكتي مدارية وعماد محمود وفيه ناس كتيرة مسكة وانتخبات الستاشر وعملين انجازات على مستوى الافريق كويس جدا طيب النادي الاهلي فيه بالنسبة للدول للافريقيا والبطولات العربية بس قبل ما اتجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري اشتركوا في القناة